السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة أبناء الطلاب درس اليوم رح يكون اختبار منتصف الفصل الحادي عشر فصل الكسور العشرية للصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الثالث نبدأ بحل هذه التمارين لهذا الاختبار اكتب كل من الكسر الاعتيادي والكسر العشري الذين يعبران عن الجزء المضلل في كل مما يأتي نكتبهم الآن واحد اثنين ثلاثة ثلاثة على عشر هذا نقول عنه عدد كسري أو كسر اعتيادي يقول عنه كسر اعتيادي نحوله الى كسر عشري صفر فاصلة ثلاثة هذا نقول عنه عشري كسر عشري لو صفر فاصلة ثلاثة السؤال اللي بعده بيكون كما يلي نحسب الأجزاء المضللة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة خمسة من عشرة وتكتب بالفواصل كما يلي إذن هذا بيكون كسر اعتيادي كسر عشري سؤال خمسة اختيار من متعدد أي الكسور العشرية الآتية يساوي اربعة على عشرة عندي الآن اربعة على عشرة نكتب الاربعة على يمين الفاصلة نضع بهذا الشكل صفر فاصلة اربعة لو قال من المئة نضع صفر إذن الإجابة هي جيم السؤال التالي اكتب الكسر الاعتيادي أو العدد الكسري في صورة كسر عشري والعكس سبعة وثلاثين على مئة كسر اعتياد حوله إلى كسر عشري صفر فاصلة سبعة وثلاثين سؤال سبعة أيضا كسر اعتياد حوله إلى كسر عشري صفر فاصلة عشرة من مئة سؤال ثمانية مكتوب الآن بالكسور الاعتيادي نحولها إلى وين؟ كسر عشري عشرة فاصلة ثلاثة من عشرة هذه احنا ما نبغى من عشرة نبغى من كم؟ من مئة فلازم نضيف هنا صفر هذه تقرأ ثلاثة من مئة صفر فاصلة أربعة وتسعين أربعة وتسعين من كم؟ بما أن في عددين على يمين الفاصلة يعني من مئة فنكتبه بهذا الشكل أربعة وتسعين قسمة مئة ثلاثة وأربعين من مئة أيضا هذا من مئة ثلاثة وأربعين قسمة مئة السؤال الحادي عشر عندي اثنين فاصلة سبعة هذا يقرأ سبعة من كم؟ من مئة لماذا؟ لأن في عددين على يمين الفاصلة فيكتب كما يلي اثنين و سبعة طبعا نكتبها كما هي سبعة من كم؟ من مئة بهذا الشكل هذا بالنسبة للمجموعة الأولى من اختبار منتصف الفصل الحادي عشر ننتقل الآن إلى المجموعة الثانية أيضا عندي اختيار من متعدد ظلت فاطمة أربعة على عشرة من شكل أي الكسور العشرية التالية تساوي الجزء المضلل إذن ظللت فاطمة أربعة على مئة من شكل أي الكسور؟ أربعة على مئة هذه نقرأها أربعة من عشرة الثانية هذه اللي أضفنا إليها صفور لأن وجود عددين على يمين الفاصلة يكون من كم؟ من مئة إذا كان بهذا الشكل مكتوب نقول له من ألف إذا عندش ثلاثة أصفار طيب إذن الإجابة هي راح تكون أي الكسور التالية تساوي الجزء المضلل يعني هذا اللي يكون أربعة على مئة أربعة على مئة هذا بيكون إذن الإجابة هي با يبلغ القياس السؤال الرابع عشر يبلغ طول حبل ثمانية أمتار وثلاثة وعشرين جزءا من المتر ثلاثة وعشرين المتر طبعا في كم جزء؟ مئة جزء فنقول له ثمانية وثلاثة وعشرين من مئة لأن المتر في مئة جزء فنكتبه على كم؟ على مئة اكتب طول الحبل على صورة عدد كسري هذا هو العدد الكسري وكسر عشري الكسر العشري ثمانية فاصلة ثلاثة وعشرين من مئة سؤال الخامس عشر والأخير اكتب كيف يمثل عددان اثنين وثلاثة من عشرة واثنين فاصلة ثلاثة من عشرة الكمية نفسها نقول له طبعا الثلاثة على عشرة إذا حولناها إلى كسر عشري تكتب كما يلي ثلاثة من عشرة والعكس هذا الجزء ثلاثة من عشرة تكتب كما يلي ثلاثة من عشرة إذا نقول له ثلاثة على عشرة يساوي صفر فاصلك ثلاثة وبالتالي فإن العددان لهما الكمية نفسها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته